طريق حامد كلام زي ما بيقوله كده ايه كتر عليه هو طريق حامد كل ده ليه المشكلة الازمة بوس كده بقى انا هقولك المشاهد في قصة طريق حامد دي بس اول جملة هقولها لك انا متأكد ان طريق حامد لا يتمرض بس تعال اقولك المشاهد الكلام اللي تعال المشاهد الاول طريق حامد اللي هو واحد من افضل وارجل اللي ابي خط الوصف في الكرة ومصرية دارت حواليه شائعات كتيرة في طريقات انه بيتمرض وبيتدعى الاصابة عشان عايز يضغط على الزمالك للموافق على شروطه والملاية لتجديد عقده المشهد الثاني اللي ساعد على انتشار الكلام ده بتمارض طريق حامد وهو طول فترة غيابه خصوصا الجماهير وكل المتابعين للقلع البيضاء ما كانوش متعودين على الغيابات الطويلة لوتد نص الملعب في الزمالك ومنتخب مصر ولكن الكلام ده ما كانش بيلاقي قبول كبير بين جمهور الزمالك اللي عارف متأكد من جولة طارق المشهد الثالث الايام اللي فاتت كان فيه اكثر من تأكيد ان طارق فعلا مصاب وكان التأكيد الاكبر من امير مرتدر مشرف على الكرة واللي قال ان التأريد الطبية وضحت وجود اصابة في الرجبة في رجبة طارق وانه محتاج للراحة والعلاج في الفترة اللي فاتت طارق نفسه وصل به الحال انه يخرج على حسابه في الانستجرام وينفي كل الكلام اللي تقال عليه وشرح الناس طبيعة ونوع اصابته وانها صعبة شوية وبتحتاج وقت للتعافي والعلاج المشهد الخامس يوم لسنين ظهر طارق حامد في مراني الزمالك وبدأ تدريبات الجاري بالكرة والدخول بشكل تدريجي للمراني الجماعة وبنسبة كبيرة هيكون موجود في حامد الزمالك للمباريات مرة تانية بعد مباراة او مبارتين موسيقى موسيقى